احنا نعرف طبعا بالتفصيل بس خلينا طبعا نراحب مرة تانية بدكتور رامي اهلا بك دكتور رامي منورنا طبعا عايزين كمان نسأل عن البواسير المنتشر كتير ولكن الناس بتختلط بها الامر ما بين مثلا حد يكون عنده مشاكل الامساك بيجي لها مثلا شرخي بيختلط ما بين الشرخ والبواسير اعرف يعني افسر الموضوع ده ازاي بمعنى اصح اه بصي حضرك هو الحركة يقولي ده بيحصل كل يوم مع كل عيان بيعاني من المشكلة بيخش العيادة اول حاجة يقولك انا عندي بواسير طب حضرتك بتشتكي من ايه او بيشخص لفظ يعني اه بيشخص لانه هو لفظ دارج على اي مرض خاص بامراض الشرق العيان بيقولك بواسير نكشوف على العيان لقي عنده ممكن شرخ ممكن يبقى عنده خراج ممكن يبقى عنده حاجة تانية وممكن يبقى عنده بواسير فهنا الناس لازم الاول تفهم الفرق بين الاثنين الشكوى بتاع العيان اللي عنده شرخ الشرق بيبقى عنده جرح فشكوى دايماً بتبقى عنده ألم أثناء تبرزه أو في الوضع العادي إنما اللي عنده بواسيرة بيخش يقولك دخلت الحمام لقيت دم كتير جداً نازل مني ده هنا مرض تاني خالص اللي هو مرض بواسيرة فعلشان ما يختلطش عن الناس الأمر لازم طبعاً الأمور دي لأن العينين بيتعالجوا غلط يعني دايماً بيستخدموا زي ما حدريك قلت في المقدمة كده بيروحوا يسألوا أي حد بياخدوا أي كريمات وبيعالجوا حاجة على أساسنا حاجة وحاجة تانية على الساحة تانية للأسف والتشخيص أساساً غلط كل التشخيصات غلط ولكن برضو البواسير وصلنا للتقنية الحديثة المنظار لا مش المنظار بقى البواسير النهاردة بتتعالج بالليزر 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 هوا هي عملية برضو بتتعامل ولكن بدل برضو قصة الجروح الكبيرة وفترة الاستشفاء الطويل اللي العين بيحتاج ياخدها بعد كده علشان يخف من الجروح بتاعة العملية لا دلوقتي بقيت العملية بتتعامل في وقته صغير جداً عشر داي ربع ساعة بتخلص العملية تاني يوم بيرجع شغلو تاني يوم بيرجع شغلو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة